في قلب جنازة البطل أحمد منسي النهاردة كان الفنان محمد رمضان ليه محمد رمضان؟ محمد رمضان ابن الصعقة محمد رمضان اللي بيؤدي تجنيده الآن في فرقة الصعقة المصرية وأنا عايز أسأله انت ايه اللي خلاك تروح الجنازة يا رمضان؟ مساء الخير يا محمد مساء النصر ومساء العزة على مصر كلها وعلى أطالها تخيل أشكرك على مساء النصر ومساء العزة يعني بجد طبعا مساء النصر وده انتلف يدل على أنا الناس ده أنا كنت في مش في عزة أنا كنت في شيء عظيم وفي عزة وفي نصر والناس كلها كانت فخورة ببطل كبير وبطل بنقول ان الحمد لله في زمانة ده لسه في عظماء محمد انت دخلت فرقة صعقة يعني عارف بيتمرنوا ازاي عارف بيتدربوا ازاي عارف يعني بيطلعوا عاملين ايه علشان كده روحت لشهيدة انا كالنفسي حدريك بس تقولي عارف حاجة نقصة واحدة بس عارف بيحبوا مصر قد ايه دي اهم من التدريبات كمان لان الحافظ اللي بيدينا اللي بيديهم الطاقة وبيديهم هذه القوة هو الحب يعني انا عايز اقول اه يعني انا عارف انها ممكن مناسبة تكون ممكن تكون يعني اللي هقوله ده غير مناسب احنا فيه ولكن انا عايز استشهد بحاجة قالها مرسي جميل عزيز وغنية للمكانسوم بيقول عندي لك اجمل هدية كلمة الحب اللي بيها تملك الدنيا وما فيها واللي تفتح لك كنوز الدنيا دي احنا جيشنا بيملك كلمة الحب المصر وهي دي اللي مديانه القوة والعزة والقرامة واللياقة ومديانة كل حاجة احنا بنجري صبح بدفع بكلمة الحب الشعرات اللي بنقولها كل يوم الصبح اللي بتدينا الباور اللي تقلل الناس تجري ضحية تمانية وتجري تمنتاشر وعشرين كيلو هو الحب خلي بالحضرتك مش حاجة تانية تضحية فداء مجد تضحية فداء مجد اللي هما بيتلخصوا في حب مصر فقط فأنا عايز اقول حاجة فزي الذكرى العظيمة وهذا اليوم العظيم اللي بنأكد فيه النفسنا والشعبنا والبلدنا ان احنا لسه عندنا عظماء لسه عندنا زي ما كان فيه سعد زغلول وزي ما كان فيه محمد انور السادات وزي ما كان فيه احمد عرابي وزي ما كان فيه هؤلاء العظماء احنا عندنا مليون واحد زي سيادة العقيد احمد البنس فاحنا انا بس عايز اكد النهاردة انه والله احنا ما عندناش ارهاب احنا عندنا غدر لان الارهاب هو هو ان يستطاعوا ان يزرعوا الرعب في قلوبنا واحنا عمر الرعب ما ساتها من قلب مصر القدم ما عندناش خوف منهم فاذا ما فيش ارهاب هو فيه غدر موجود في مصر احنا بنقوم غدر ما بنقومش ارهاب بس دي حاجة نفس تفهمها ونفس الناس تبقى على يقين بيها والدليل على كلامي المقطع الصوتي اللي سجله سيادة العقيد قبل وفاته بكمة السبات والقوة والهدوء والثقة والشجاعة رجل عارف انه هيموت بعد الحاضرات اسمعي صوته وانت هتحسي باطمئنانه واحنا في بيوتنا والله العظيم محمد اتعلمت ايه من الصاقة علمت غيرت ايه في محمد رمضان انا علمتني علمتني يعني ايه يعني ايه كلمة مصري بطاقة علمتني ان فيه كنز جوه كل بطاقة وشادة ملاذ التسعين مليون كنز اسمه مصري عرفتني ان مصري دي مش بنسيا دا لقب ربنا منحنا لقب كبير جدا هل احنا نستحق هذا اللقب ام لم نستحقه بيوت العقيد احمد منسي هو رجل يستحق هذا اللقب صحيح هل نحن ان نستحق ايضا هذا اللقب ام لا دا هيبان من خلال كل واحد في مهنته زي ما قال بيوت الفريق اول صبقي صبحي ان مش بس اللي بيحارب ابو بندقية لو الاعلامي بيحارب من مكانه لو الصحفي بيحارب من مكانه لو الدكتور بيحارب من مكانه لو المهندس بيحارب من مكانه والممثل بيحارب من مكانه احنا فعلا هنبقى بنستحق هذا اللقب العظيم اللي هو مصري قلت ايه لأهل الشهيد احمد منسي والابنه الصغير اللي انت متصور معي ابنه يعني حالفني الحظ النهاردة ان قضيت رحلة مدتها ساعة تقريبا هي اعظم رحلة حياتي وأنا في العربية العربية اللي فيها الجثمان وأنا ثانت في إيدي على المعش أنت كنت مرافق للجثمان يا محمد كنت مرافق للجثمان ابني كان على رجل طول الرحلة وإيدي كانت على على المعش ورحلة عظيمة وتعرفت فيها على أخوه ويعني أنا عايز أقول حاجة بس اللحستان النهاردة أنه أنا سمعت قصص في هذه الرحلة يعني سمعت قصة أول مرة أسمعه يمكن المشاهدين أول مرة يسمعوها أن دكتور صابر والد بيات العقيد أحمد صابر منفي ده أكبر دكتور أطفال في العشر من رمضان يا أستاذ لميل توفى وهو الكشف بتاعه توفى قريب يعني والكشف بتاعه بخمسة جميع يا سلام هو أكبر دكتور أطفال في حي العشر من رمضان بالكامل ما زودش الكشف عن خمسة جنيه في ظل كل حاجة غلية هو معلاش ثمن الكشف فعايز أقول إن اللي لاحظته إن هؤلاء العظماء هم مختارون من ربنا ربنا مختار مين وابن مين وتربى إزاي وأمه ستة عظيمة إزاي وأبوه هل أبو يستحق أن يكون ابنه هو هذا البطل أم لا إخواته دكتور وائل النهاردة أول مرة قبله وتعرف عليه يعني ما هذا السبات وما هذه القوة لما أنا نهرت في العياط هو اللي كان بيحضني ويقديم يقول لي يقول لي أحمد لو كان عايش مكة كان عايز على لو شاف لو شافها متعايز تقول إيه لشباب البلد دي لشباب البلد دي يا محمد اللي كتير بتتهز ثقاتهم وكتير بيجي لهم إحباط وكتير منهم بيقول لك الله ده إزاي بيخشوا يقتلونا بالمنظر ده ستة وعشرين واحد ماتوا ولا تلاتة وعشرين واحد ماتوا تقول إيه للشباب اللي بيفقد إيمانه كتير جدا بالبلد دي بعد ما أنت دخلت الجيش ودخلت الساقة ويعني تغيرت أنت تغيرت تقول إيه للشباب للشباب دول يا محمد هقول له صل رحمك بأمك الحقيقية يا سلام وهي مصر تعامل مع البلد بصلة الرحم لا تنتظر منها شيء مفيش حد بيصل رحمه لأمه ومنتظر منها فلوس أو منتظر منها أي شيء في العالم صل رحمك تعقيد دي مصر وما تنتظرش حاجة مش كل مش كل أهداف ما تبقى أهداف شخصية ومش كل أهداف ما تبقى مصر هتديمي إيه تبقى لما هدل عشان أعمل أطالب بحاجة أنا بطالب علشان حكتي لا مش كل الحياة مش كل الحياة نظرا لأنفسنا بس دي دي صلة الرحم الحقيقية والله سيادة المقدم منسي مفيش مقابل لأنه هو يحرم أبناءه منه ومفيش مقابل بأنه هو يحرم زوجته منه مفيش مقابل ده راجل هو فقط إدى 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 حرم إدى كل شيء لمصر ما خدش أي حاجة ما خدش غير غير استقبال عظيم طبعا من ربنا عز وجل وده عظيم أرض بلده وهي حاسة أن هذا الشخص يعني ضحب روحه وضحب أولاده وضحب زوجته وضحب حبيبه وضحب كل شيء عشانها هو ده الإخلاص للبلد يعني نطلع من الدرس المستفاد بهذا اليوم العظيم نطلع بدرس المستفاد وحيد وهو الإخلاص للبلد يريد نخلص خمسة في المية من بطل زي سيادة العقيد منسي وغيره وغيره من مآت الشهداء العظماء مش هنديهم روحنا مش هندي البلد روحنا نديها جزء نديها إخلاص بس ونديها نديها صلة رحم ونديها سؤال عليها ونديها عمل ونديها حاجات كتير جدا شكرا فنان محمد رمضان